نادي الزمالك وزي ما قلت نادي الزمالك أسامة نبي يعود مرة أخرى للوكهة أو السنة اللي فاتت في نفس التأويد تحديداً وقبل مباراة نادي فيتشر أسامة نبي كان بتولى المهمة انتظاراً لقدوم فريرا المدير الفني نادي الزمالك اللي ميشي مبارح وتبقى المباراة أمام نادي فيتشر كل التوفيق لأسامة نبي اللي قال في تسرحات النهاردة يقول أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على سيقطون بي وأتمنى إعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى وأتمنى أن أكون سبباً بسيطاً في إسعادة جمهير سنكافح ونبذل أقصى جهد من أجل عودة الزمالك لمساره الصحيح نحن نمر بمنعاته صعب ولكننا قادرون على تجاوز هذه الفترة ده كان كلام أسامة نبي في أول يعني مهمة بالنسبة له طبعاً لنادي الزمالك اللي بيعاني في الفترة من أول مباراة أسوار ثم بعد ذلك التعادل مع الدخلية في أخذية ثم التعادل مع الاتحاد سكندري ثم الهزيمة أمام نادي بريمز ثم الهزيمة أمام نادي أهل كل توفيق للزمالك فيما هو قادم كمان رئيس نادي الزمالك متشار منطل منصور النهاردة له تصرحات قال قرارتنا من دماغنا ولا أحد يملي على مجلس الإدارة القرارات ولا نعمل عند أحد هدفنا خدمة الزمالك وأسعاد جامهيرو لأنهم الأصل فريرا شخصية محترمة ومدرب ممتاز جداً وعندما طلبت الجامهيرا التعاقد معه كانت طلبهم متماشياً مع رؤيتنا وآتينا به على الفور وعفراد جهاز الفني حاولوا بقدر المستطاع مساعدته وخدمة فريرا انتصارنا على الهلال في قلب السعودية وحصدنا كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي فكيف أعود لأخصر كأس الوسيل أمامهم في قطر خسرنا السوبر أمام الأهل في الإمارات رغم أننا كسبناه مئة مرة هناك من قبل خرجنا من كأس مصر على البطولة المفضلة رغم أننا دائماً نفوز على بيراميس في المباريات ولذلك كان لابد من اتخاذ قرار حاسم لو كنا أعلن قرار رحيل فريرا قبل مواجهة غاز المحلة كان البعض سيتهمنا بأننا نسبب الارتباك للجهاز الفني وهنق الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة أسامة نبيه وعلى الجمهير الوقوف في ظهره ودعمه ده كلام مهم جداً وكلام محترم من رئيس نادي زمالك اشتركوا في القناة